نهار اللي ضربت نيل في قبل الليل وحصلت راجلي كيدير هادك العجب هادك الساعة جبت مع السداع وطلقت ره مستحين نكمل محا راجل فحال هادك وكنشوف حتى كنعية وكنقول ابناتي حلب ماما المهمة الغزالات هادي هي قصدنا ديال اليوم إلا بغيتوا تحرفوا التفاصيل وقتنوقع فيها غادي نقول لكم تبعوها من الأول حتى الآخر الغزالات ديالي أميراتي الفنات اللي بنوري الحياة نس مننا تكونوا باخر مرحبا بكم في كيدنسا مع شهر زاد اليوم إن شاء الله كيفما سمعتوا قصتنا شاخدة ما غا نقول لكم حتى شي حاجة من غير القصة فيها بزاف ديال ديال المفاجآت تنطوليها من الأول حتى الآخر واكيد خلوا لي التعليق واللايكات منزلش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في القصة ديالنا اسمتي نادية واليوم جيت نتشارك معكم المصيبة الكحلة اللي انزلت عليها ما حرتش حتى مني انزلت الزادية وكبرت في أسرة اللي حلقت للحال الأبدي اللي كان خدام في لبني أمي كانت قلسة في الدار ويمكبرونا بهذاك الشي اللي قسم الله كنا بينا ربعة ديالخوت وبربعة بينا كنا داخلين سقرسنا ومعدنا لمع مشاكل لمع صداعات حتى من الوالد والواليدة كانوا واحد الناس اللي داخل سقرسهم بلا قياس وخال الحي اللي كنا ساكنين فيه حي جمع غير المقارب والمجريمين ولكن احنا كنا مهدنين وداخلين سقرسنا وكل شي كي عرفنا مسيح المهم دينا غادينو كنكبرو وكل واحد شنودار انا كيف خديت الباكالوريا ديالي هديك ساها دفعت للتعليم فهذاك الوقت كان تعليم غير بالباكالوريا ايوه كانت تقبلت وصفتوني الواحد المدينة اخرى باش نكمل قرايتي ونخدمت اما فعلا هذك شي لي كان دوزت كوين ومن بعد كانوا صفتوني الواحد العروبية وبديت خدامة وخاكنوا العراقين والصعوبات ولكن كنت حمد الله وشكرا وكنقول عالاقر راني موضفة مع الدولة وعالاقل هزوالي دي واحد شوية حينت الاب ديالي وممتي فاديك الوقت بجوش بهم حياه ولو كيشربوا الدوايات وخسلي يهزهم ويهز المصاريف ديالهم أخوتي كان شي خدام وشي الله المهمية هذيك بقيت مقاتلة مع الزمان ومحافرة كنقول دا بيحن سيدار ببي فهذه المدة كابلة اللي دازت ما عمر شي واحد جغط ابني ولد وفية ولا حشة هالية من غير واحد اهمي اللي كان مخدام مرده كان بغير شوية اللي تصرف عليه وانا مقبلتش به المهم بقيت قوليان كيمشيو حتى كنت قدرت 31 عام في واحد نهار واحد السيد اللي كنا كنت قدرته من عنده قال لي يا اختي بغدنا ادار معاك قلت له مرحبا شحب الخاطر كنت قدري درويش والله يعمرها دار قال لي يا شوفي ركي عجبتيني وبغيت كل حلال كتبال يدري الله يعمرها دار ودخل سقراسك ومن هالي سكنتي معانا في الحومة هنا ما عمرنا شنا فيكش حاجة دي العيب انا حشم تمركت ومعرفت من قوليه المهم بقيت غير ساكسة وحضرت راسي كاس معايا واحد صاحبتي ويتقول له يكون خير المهم هي هذيك مشيت من بعدها كان خدر نمرة ديالي من عند صاحبتي وكانت وصل معايا وقال لي يا شوفي انا رنوي المعقول انا ما خسني حتى شي حاجة الحمده الى رب محال ديالي بالدار ديالي خسني غير بنت الناس للزواج وانتي غير بنت الانسانة معقولة ودخل سقراسك ما عمرني شوفيكش حاجة دي العيب انا في الول ما تشجعت حيث من نظرة اللولة بل هي سيد صغر مني في العمر ليس صغر مني بثاف ولكن اكيد صغر مني وكذلك عندما انا معلمة وهو غير كي يبيع ويشري عنده واحد المحل ديالي فقالت ما اكتبش عليكم ساعة ما كنت بغيت شي واحد ما اعرفت مو الضعف او مو ام انا هذه الساعة كنت فكرت وكنت خيف احتمل المسألة ديالي عمر ولكن فجدو يسمعه في تريف ولقيت سيد قاري وواعي ماشي كيف ما كنت متخيله وفعلا لقيته صغر مني كانت هو 28 عام يعني انا كبر منه بثل سنين المهم من هذا الوقت وشوفه والناس انا راني كبر منك قال يوم من بعد عادي قال يال عمر ما عمره ما كان زعمه عائق لي خلي الواحد يخرج من واحد العلاقة قالي انا شفتك عجبتيني بنتي لي بنت الناس وصع في بغيتك حبيتك قلت له واخا سيدي وين بديت كانت تعرف عليه ما كان مناش تقريبين واحد شهرين وليت كان بغيه وليت كان حسب راسي ان هذا هو الشخص اللي بغي نكمل بها حياتي سيد كيف ما كنت لكم كان متقف واقي متفاهم كان واحد السيد اللي ما تختاري في الرجال غير هو وكان راجل ديال بالصح يعني راجل في تصرفاته يخاف عليك وليت يعني في الوقت لي الله ما نقدش لكم حتى مخطوه بحث ما زال ما مشاش لدارنا يعني الله معاي في علاقة ولكن ينزل يعني مع الصباح بكري يجي يحدد دار حندي وكيت سناني باش نخرج باش يوصلني للتاكسيات حينت كان يخاف عليك صفي هي هاديك من مرة هاديك شهرين كان قلي باش نمشي لداركم وكان خاصوا دارو راديوه مع دارهم باش يجي يخطبوني دارهم كانوا ساكنين في نفس المدينة اللي كنا ساكنين في احنا وهو كان ساكن مع والديه واخا كانت عنده داره بوحده المهم شا عند والديه قال يوم راجلت واحد للبنت راها معلمة راجلتني وبغيتها لحلال ايوه معجبها الحال وقعت لي مرحبه وخاف هذا الوقت كانت هي بغت زوجه على دوقها ولكن في السمحات معلمة وهذا كانت مرحبه المهم كان دار معي وكان يمشي لداركم قلت لي صافي انا مشيت لدارنا ووجدنا قدينا الامور جاو الناس ايوه جاو الناس كانوا فرحانين ناشتين والدي اللي عمرها دار اردوا ومعهم ضحكوا هم ادراوش وحنا ادراوش احتر الوقت اللي دخلت انا ممكن تطلع فيه وكنتنزل واحتسبها في حاله ما عجبهاش الحال هذه الساعة كانت سولات على العمر ديالي وهم يقولوا له 31 عام سيديك حلس بالعمو الضلمة وفي هذه القلسانات كانت تحسبيها في حاله ما بقىش عجبه وفي السلينة لم تقلت ليهم حنا جاونا رغبنا وطالبين رغبين في يد بنتكم وكانت ذلك خطباء وقالت ليهم وكأن انا كانوا مردوا عليكم بناتنا التليفون وكانوا مرحبوا انا ما عجبتني الطريقة التعامل كيف حسس بهم وصلوا هزيت التليفون وحيطلع وكلوث معني يا ولد الناس الحاجة اللي فعل مشاكيل ما عندي ما ندير بها قل ايه كيف اشكلك فيما سمعتي انا مأكدة ان امامك ما عجبهش الحال اول دي الناس لقينا اخوط نتفرق اخوط اهو بدك يغوت وقل ايوش انتي شوية لعباس انا كان بغيك و بغي نكمل حياتي معاك وانتي شكول اللي قال لك ان امي ما عجبهش الحال قلت له ما نحتاج شي واحد يقول لي ايه غال من العينيها وطريقة الهضرة ديالها رابين انا ماشي بقدري يا صغيرة يقول لي لا انتي حساسها بزاف امي غير ما اتعرفش هضر مزيان وامي حقا غالب عليها الشلحة وانتو ما كنتو كدووا بالعربية ما بالعربية قلت له شوف انا امك دبيت معها بالشلحة انا ما كان اعرف الشلحة وودي دي ماشي شلوح ولكن بحكم اني دوست قريبا واحد لعشر سنين وكتر في واحد المنطقة جبالية لاغلبية الناس ديالها ما كان عارفوش نهائية العربية بزز مني تهلمت الشلحة يعني هضرت معها وخاكك الام كانت كتر ناقص ثم قلت له شوف انا رأي اصدعوا المشاكين ما عندي ما انتر بهم اولد الناس انا ماشي بقى صغيرة رأي عندي واحد وثلاثين عام بغى انتزوج وانتصنط لدامي ماشي بغى انتزوج وانتخل في حرب مع العقوزة ومع اللويسات قلت له وزيدون ما عندي حتى هذه الفرصة ديال انتزوج ما تفهم لاش انتفارقون بداحياتي مع واحد اخر الله يجعل براكة قلت له انت مازل صغير ويجيب لك شي وحدة اللي حسن مني وتكون في الحمرتي عليك قال لي يلا وانا بغيتك انت يا وانت مالك مازال قديمة وانت اللي كتقول لي يا احقا محقا انا يا متقافة اش منتقافك اتضريح ليها وانت ما زالك تدوي على العمر في هاد الوقت قال لي يلا وهاد شي راها دهز زمان وزيدون المشي المشكلة في العمر المشكلة في العقليات مالعقليات مهم سياد كان متشبت بيه بالقياس صافي هي هادي كان فجبلية سياد متشبت بيه لهذه الدرجة قلت لها ربما يكون كلامه بالصح ويكون انا غير حساسة ثم كنت صديت الموضوع وقلت لهم ما يستر ودوزنا واحد الفترة عثتوا علينا وقالونا مرحبا بكم بغينا اردو لكم العراضة ايوانا فرحت وقلت لها ربما انا اللي كنت غير غالطة وانا اللي كنت حساسة بالقياس المهم هزيت والدية واخوتي ومشينا عندهم الناس ما خلوا ما وجدوا على ادنا تكبيرا ديال النفس يعني راها شاو نقول لكم راها منين دخلناه ومكي عمر في هذيك الطبلة ولكن تعامل اللي تعاملوا معنا كان بارد باه كان غير غالص ما كان يهدر ما يتكلم واحد اخو كان شده التليفون ماما كانت تقريبا لدلسة كاملة وهي وقفة غير في الكوزينة ما قلست معنا قاع يعني كبرو بينة من ناحية الماكلة ولكن من ناحية الاستقبال والهضراء والضحك ما كانت تقريبا لدلسة كاملة ولكن ماما قلت لي ارى ابنتي يمكن هما ناس ديني في حال هكا وحدودين لها ماما ما اعرفتش ويتقول لي ما قلت لي ما تديريش في بالك وره هاد شي عادي كل ما بغاوكش قاع ما يكبرو بيك وقاع ما عايتو علينا يعني صافي غايقول ووالدهم بغا سير حتدير العقد والعارس قلت لي اما هما مدام ردوا العراضة وإلا راح اجبهم الحال مهم ماما تبتاتني سيد كذلك ومثال تما كنا تطافقنا اننا نديرو العرس ودريب سداق وكل شي في خطرة واحدة ما شيدك الشيد الخيطة بيطي حيثما بالمدينة اللي كانوا ساكني فيها والدية والمدينة اللي كنت خدامة فيها انا والسيد ودارهم وذلك الشي كانت مسافة بعيدة صافي هي هاديك تطافقنا على الوقت كانوا مشاة تيام وجاة تيام سيد كان كريم معايا في الامور طبعا الخطباء وذلك الشي اما في المصاريف انا كنت كنصرف على راسي الحمد لله ما نقصني حتى شي حاجة المهم وجدنا راسنا وصل النهار دي العرس جاءوا الناس عادي كيف العادة شدوا واحد القنية ما هما من الناس اللي يشتحوا ما هما من الناس اللي يعلقوا ما هما من الناس اللي ينودوا يتصوروا كانت غير مهم تيلي مره مره مرهات مشيت جرما ما هما من الناس اللي يتصوروا مع ابن والدك اجي شتحي مع ابن والدك اجي هادي اجي هادي اجي هادي الناس قالسين في جنازة فش كان دوما هكي قولي لا راه هدك هو طبعهم ورهوا محشومين واحد شوية قلت له ربما المهم سلنا هذا العرس هما ممشوا في حالهم انا كنت سافرت انا وراجلي من بعد كنا رجحنا للمدينة اللي كتلكم انا خدمة فيها وراجلي ساكن فيها مشيت نيشا لدار ديالو حينت هو كانت عندو دار مستقلة على وليديه مشيت لدار ديالو كان فرشها لدار زوينة ما فيها ميتها بسيد كالله يعمرها دار ضريف 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 وكي بغين يبوح الطريقة لزوينة كان هذا الاحترام هذيك المواده كنا نفاهمين بزاف انا كنت واحد الانسانا ما فياش المشاكل وهو كان واحد شخص بعقله واخررا صغر مني ولكن كنتي كنت تحسي به حالة كبر مني في العمر من ناحية العقل المهم دوزنا هذك الشي اللي بقالية في العطلة كان وصل الوقت ديال القراية بديت انا خدامه هو خدام الامور كانت ميسرة في الامور المادية ما كنتش كانت حاسب معاه ما كانش كيت حاسب معايا في اغلبي الاحيان هو كان يصرف حيث هو كانت عنده في سيبير مارشي في كل شيء هو كان يصرف على الدار وانا فاشكت بليها كشي حاجة فراش ديكورات اي حاجة احطها والدار كانت ميلكه يعني انا ما كنتش كانت حاسب غير ما كانش فيه نصرف ما كان عندي فيه نصرف والسيد كان نفسه حارة ما كيرداش مثلا وحده تصرف عليه في الفراش اه ولكن زعمه شي حاجة اخرى ما ما كيبغيش صافي هي هادي بقينا غادي لحياتنا عادي فرحانة واجبني الحال والامور ميسرة ولكن محمر الحاجة ما كتكون كاملة اه في هاد الوقت لقيت المشكيل مع العقوزة العقوزة اللي وليس بغت دخل فيها في الصغيرة قبل من الكبيرة وليس بغت دخل في شي حويج لراجلي اصدر ما كيهضرش عليهم اول حاجة بغت دخل فيها هي البس ديالي قاتلوا الله مرتك قصة تلبس الجلابة وشي مزوجة ومازال تلبس سراول رعيب وعار وهادي قلت لها خالسي انا رح تلبس قوان مش طوال قد تكلها خاصة تلبسي الجلابة حنا ما عندناش البنات اللي يلبسوا السراول انا بنتي بقي عزبة ومازال متزوجة شو ما كتلبس السراول عدت لبسي هنتي في اول ماجهبا نتوالي ما كان بريمشي عندهم كليهب ولمشي عندهم كليهباي كليهباي ولمشي اللي كان لرتاقت ملابس الهوما وفي اليوم الخرى اضران ومن بعد نتمنع الشيطان وخاصة ان يلتعامل معيانا يحصل ومس كتبتي لبس الدنيا هانية ففي الصج اللي اللي بات وليس كننبس غير جلالب ما بقتش نهائيا كننبس الرومي راجلي ما كانش عنده مشكيز عما في الرومي ولا لا لان الوقت اللي كنت كنسافر انا وياه ولكمشي لدارنا كنبس اللي بغيت غير تسمى في هذيك المنطقة اللي كانوا هما فيها مو ما بقعتش كانت كلاحن الناس كيعرفونه هما كانوا ناس لي معروفين واحد شوية يعني كان الاب ديالو زواف تجارة كانوا ناس ليزعمة معروفين المهم دلت لها الخاتر وكنت كنت كنت تسمى غير ترضي عليها كنت كنت تقوم بتسحيل نعرض عليهم هي ندي لها الكادويات نبغيها كان نهزة معي ونخرج أنوياها مهم شدالها الخاتر الاقصى دراجة والسيدة كنت تعامل معها مزيان مش زال ما كنت تعامل معها خيب ولكن كنت تحسيبها في حالة ما حاملك شو مره مره تضربك شو ضربة صاف يبقي نهاكك واحد المدة هاته اخوه اللي صغر من راجلي سوف يتزوج نادة مضب راتع لأحدها من البلاد مازال صغيرة عندها تقريباً 1-16 عام شو مره تضرب شهرين لم يكن مكان لاش داروا لحقا تضرب صداق لحرس وكو مجابة عنده الطار وهنا قد يبدو المشاكيين بصح العقوزة ستقارن مابينه وخاصة الوقت لها تخرج حاملة أذكره شو مره تضربتها سقطرة من شهر اللول خرجت حاملة بدأت على راجلي واحنا عايش كان هادروه ومرتك كبيرة ومو حلوة شولد ما مو حلوة شولد كلها زعم احنا يلا تزوج ناره ما زال مضر علينا حتى العام قالت له الله شوف مرتخوك تبارك الله حاد قوزينه وغزيله ومازال صغيرة ما شيف حارك انتواخت شارفة وفوق من هات الشي ما جات فين تضرب عليها الشهر حتى لقات راسه حاملة تخيلوا انا ما كنتش في ذاك المدة كنت نقول عادي يالله تزوجت وما كانت زعمة دير بالي بزاف مع الولاد ما كنت عن الفاني دلوان وكنت السيد ربي سهل عليها ولكن بهذاك الدخط اللي كنت عشوف هذوك اليامات ووليت كنت اني هذيك الدورة الشهرية بزز وفاش كتجيني كن بدان بكي ومحمله شراسي ومعانا بكي لعدني اللي قرر من قناة لم اتخلو قناة ومسك بكي ومعانا يتوقف قناة وقناة اخواتك ووالدين وخلاتك ووالدين وقنات كل ق المحكمين و beweناهنا نضرب وفي نفس الوقت كانت تخيله وكانت صعبتي للحشوب وصحاباتي كالكل مثال كانتت تعطيوني العشوب ويديوني للحمام يدعوني المساج كانت هذيت ووالدة ومهما خليت مدرت ولكن يعني بشانوخ كانت ابنت تدوز عامين أو ثلاث سنين وهي مزوجة ووالدها ستقدرون أن يكون لديها مشكلة المهم بقيتها ككين داوي في هذه الفترة كانت فيما كمشي عند العقوزة كانت قتلني بالهضرة ديالها كانت هضرتها كيف السم أعرفت فيما كان قلسوا كانت تبقى تقارني مع هذه عروسها الجديدة ومعت عروسها اللي قبل من هذه مرت ولدها الكبير جاء حانت بجوجهم هي اللي اختارتهم وبجوجهم زاكنين معها في الدار أنا ببعدة اللي كنت عازلة مهين فيما كنت كان مشي كان بقى نسمع الهضرة على ودنية صبرت 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 حتى وسط الواحد الوقت اللي مبقيتش قادة نصبر وتم قلت الرجلي أول دلناس أنا مبقيتش قادة نبقى نمشي لداركم كل السمانا نسمع هاداك السم بوزيت سنت مشي لداركم سير ولكن أنا خليني في الدار هو ما عجبوش الحال وقالي يلا خوتي كاملين كيتجمعو خوتيتي كي يجي وحشو ما ما تجيش قلت له إلا بقيت كان مشي غادي يجي واحد نهال لي ندار معاهم اللهم خليني هكا في تيقار بعيدة هو ما يبقى وعزاز عليا وأنا نبقى عزيزة عليهم المهم رجلي في اللول ما بغاش ولكن من بعد فاش بدك يشوف مش نكدير لي في كل مرة ولكن يقول اللهم يخليني بعيدة سافي هي هادي كوليت كنحاول أن ينبعد ماشي ما بقدش كمشي في خطرة ولكن كمشي مثلا سيمانا ونقلش جوج وراجلي كيقولهم أحقارة عند مسيحانات أحقارة عند هادي كل مرة كيديلي همشي تبرير سافي دوزنا واحد شهور من المرة مالوسي حملات كنت حملت ايوانا فتحرفتها اضطرت بالفرحة وفرحت قلتها الراجلي ويحتى هو عجبوا الحال بقوة الفرحة هاستيليفون ديالي هاديك الساعة وعيت الماما حينت ماما راك كانت دائما راه دائما كتعيتلي وكتقوله مرتك مثلا ما حملاتش مرتك هادي وقبل قاع ما تزوج هاداك ولدها يعني فاشي الله تزوجنا وهي تابعانا امتا غات حملي امتا ملك محملتيش ملكت عطلتي فلانا ولدات فلانا هادي يعني را تقريبا هالك ساعة نكون قفلت عام وشي شهرين وشي شهرين وشي شهرين يعني عام وشهرين واستيدة فطلعها ونزلك تقولينا الولاد ما دراجلي حيط ليها بشي فرحة ايو قالها قالها امي قالت له قاله وهو يقول لها رفلانة حاملة قالها لها بشلحة وهي تجاوبوا بشلحة وقفت لكم ان انا كان فهمت بشلحة مزيان المهم جاوباته هي تقولي الشلحة حتى هذه الشرفة فرحة بحملتها دابت تورد لك غرشي معاق عرفتوا راجلي بهذه الضحكة اللي كان ضاحك بهذه الفرحة اللي كان فرحة ووجهه تسيف ما بقاش عارف واش انا سمعت واش انا فهمت ما فهمت شي حاجه بدأ غير كيد ريبلي في الهضراء انا ادموا على باقي بغاني تحبسوا لي ما بغاوش تحبسوا لي المهم قطع مع امو وقالي دابالش كتبكي قتلي شو فعلاش مموك تدوي في حلاكة قالي لا ما فهمتش راهية مقصدات وانا كان فهمش الحمز زيان قتلي مموك تحسسني في حالة عندي 90 عام قتلونا ربقى يا الله بدي الحياة يلا عندي 32 عام لماذا تتعامل معي في حلاك كهلاش وهو عنقني وقالي انت شنو بغيتي بها يكا للا انا معك يكا انا كان بغيك هي تضب الرأسها واش انا يمقلسك معها يكا نمبعدك عليها انا فش قالي انا صراحة برد شوية حانت انا نفسها كنت تقولي امو يمتي امو يمتي في مكان جنديو معها كتقول يتضب الرأسها وشغلة هادك تبغيك وما تبغيك حياته هادك يكا للا انت هادك راجلك وكي بغيك راجلك وحيشة معها راجلك مزيان اخ لو شه تبغيت عشوره وما تصوقش لهها قاع المهم هي هادك امو يزنها هادك الليلة راجلي بدك ينشط فيها وقالي يلا وما تخسرش فرحتك على ود مشكل في حال هذا وانا كان بغيك ورهد الوليه انا مش حلوه انا كانت سناه انا هادي انا هادي انا هادي ايه واسافي ميه اكتو قلت ماشي مشكيه دبر راسها المهم بخيط غد يفعل امور ديالي طبيعيه الرجل ماهل فيه اللي كان حل عليا فمي كي جباهتها لعندي وناديك ساعد دلعت عليه بغيت هادي خصني هادي ونضم عاليه سيجيب لي هادي والسيد فرحان وعجبوا الحال وصراحة رجلي كان ولد الناس والله يعمر هادار هادك السيد ماشيه معا ماشيها نقول لكم المهم ادوزنا هدو كليامات كان الوصل اليه النار الي كمشوفي دارهم قالي يخصي تمشي مهم شينا القينا اخواتاتو عيالاتوه تخيلوا ايهم ما قالي ينبروك العجوزة ماهاشتها ليا ما قالت ينبروك ماهاشتها حاملات مهايف حال انا ما حاملاش وانا كنت نشوف كيفش كانت كتصرف مع هايك مرتت والدها لي مبقى لي هاول وتولد كانت كتقول لها شنو خاصك متتحرك به عالي هادي لقد سنتعلم بالتحديدين لم نكن اعرف الشيخ والمثال و يقتربه و و مرة تباقى و أنت متاعفت بجميع تمتتت هذا القمر فل بالكما تبقى و كنت أعطي ما ما سيتم بالمشكلة لماذا انا لا تتعلم معي عملي لها ؟ لماذا افعلت ايضا. لماذا لم تتعلم معي. لقد استدمت راسها. سيكتب معها. ونزل لها. انا قلت له صافي. المهمة عن هذا الشيء. تقريبا انا سأخذ الخبز بوضع الخبز. والمهمة. أفعلها بشيء. وقوم بثيء. لديه عيني. و اخاف هذا الوقت و احد السيد صاحبتي كانت صيبت لي و احد جارتي و لكن لم اعرفت هذا اللوحة مكافر مهم انا اعشقت غير هذا و مهم قلت لها شوف انا اعشقت هذا البطبوط اللي قدير ماماك و السيد كان فرحان بهذه الحمالة و كان فرحان بهذه الأجواء فكنت غير كنقول له شي حاجة الساعة كديرها و هذي ساعة يتلمه وهو فرحان بغي يقول لازع ما رح انا ركن توحم على الخبز صيبوا لي و امشي يجيبوا لي ايو يالله بغي دوي معاها و يالله جبد لها لحم و يقول له بركع لها من الفشوش و احتل بغلا الشار فكت توحم هذيك راه قدها كي زوجوا ولادهم دابا هي لي يالله بغت تولد لي اعرفتوا انا في اسمات هذه الهضرة شغل نقول لكم راه الدنيا دارت بي و كنت ابقت اللي تبقى الوحف و هو وكانت نقسس انها لم اردت ما كنت قال لها والدها كانت جيت و شكت فيه وقال لي ارى اا امه ركيكة عرفة هارد لقيت مع اسبب يدى مع اسبب غيران للمسان انا من غليبت بحلوفي معمرني لم تين حاشيها عليها و لا طلب منها المشياء اللي كمشي عندها مبقيتش غدي يمشي عندها. وفعل شدة رجلية. والراجلي في مكي يقول لي غمشي عند ماما كنقول له شوف ما تتمشي عندها سيلا يسهل ليك. انا ما غاداش. انت كتشوف بعينيك شنو كيوقاع. وش حل ما مرة عيراتني ونقصت مني وخاء انا ما عمرني ادرت لي عشي حاجات لعيب. ان انا ماشي دريفة ولا هنالا قبيحة. واللي قاصدين ناكله. ولكن هي كنت كان حسنا معلود ولد ولدها. ما بغيش نوصل معها شي ماصر اللي خايبين. كنقول خلي بنتنا الاحترام مدام احنا عائلة واحدة. ولكن هي ما بغادش هاد الشي. صفي هي هاديك السيد ولا كيمشي كيمشي بوحده كيمشي بوحده. وانا ما كمشيش معه. ولا سيك تقول له علاش مرتك ما كتجيش. واش مراد ياش بينا. هو مرة كيقول لها خدامه. ومرة كيادر سبب زعمة باناني حامل وعيانه. مهم كل مرة كيادر سبب حاجات. حتى السيدة عكسات ومبقاش عجباء الحال وقاتل الله. واشكون هي في ملك الله حتى ما تجيش عندنا. واللي مراد يشبع عائلتك ما عندنا ما نديرو به. وبدأت كتجعر في الراجل. مهم سيدة جاء عندي وقال يلاوال وتمشي لدارنا. كلي صافين على الشيطان وهي امي كتسول فيك. كميرا والله مناوية را قلبها بياض. را غير كتزباليها في الهضرة وما كتعرفش تصرف. وابقى كيقناع فيها كتلو مشي مشكل الدنيا هانية. قلت زيت راسي ومشيت انا وياه وقلت هذيك النهار مصيبة واحد مهم واحد الاكلة. دخلنا انا مع الحمل ومع الجوع. ومع هذيك قلت نفس اللي جاتني فهذاك لو حم ما عرفتش مني نجاتني. حتى انا في داري كنت حالفة قلت غني منا ناكلش عندها تمراه هي اللخرى. ولكن را كيف وصلت وبانت لي هذيك الطبرة. بديت ناكل 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 ما حرفتش هذيك الجوع مني نجعني. مهم كليد حتى عرقتها. قلت ناكل شوية. شو نقولكم تقريبا واحد ساعة الماقانة حتى كنت نحس بكرة شي كتتقطع لياه بالوجاع. كتتقطع 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 بتيت كان غوة على حرجها دي. وكن نقول له ما عرفتش شنو بياه. هذيك را جديدك ساعة وطار بياه السباطار. وبعدها فاش كنا بغنى مشو السباطار. مو بدأت علي ومالك غدي بيها وقليها وراء عادة وراءة شي كي وقع. وانا كان بيكي وكان غوة وكان قوله شو فراء كان موت. المهم هذيك وصلنا للسباطار في الطريق. وحنا باقي غادي نغير في الطريق. كنت نحس بذلك الشي كي نزل مني مني لتحت ذلك الشي سخون. كنت عرفت اني صافي غادي نطيح. الوقت اللي وصلنا للسباطار. تخيلوا هذيك الهزة اللي غادي هذيك هذيك من الطنوبيل. عرفتوا راه الطبيب اللي كان دال لي الكورتاش في هذاك الوقت. قال لي مرتك رجعت من الموت. قال لي ما عمرنا ما شفنا شي واحدة. انزل منه هذيك كامل بهالطريقة وبقتحية. المهم كنا كانوا دالو لي الكورتاش. كنت بعد غيبت الدالو لي الكورتاش خرج من تمامه ربي ليعالم بيها. صافي جارها جال انا صافي شغن اللي كنت تخفى نا وعيانا والبكالبك ، على العقوزة جاءت وطلت عليها على اللويسة جاء وطلت عليها تتوحد فيهم محاجة تالية وراه مي اللي كانت في مدينة وحدة خرجت الطريق هي وخوتي وجوكي تجارة المهم خرجت من هذك السبطار ومشيت للدار ميهي اللي قابت لاتني في هذك الوقت حن تكون دير في حال شي نفيصة شغل نقول لكم رأس صخفة ولعية وحد دارتي وحد الحالة ما نقوش لكم الراجل صراحة كان مهلي في كان غريد يتقضى ويجيب للدار كان خايف عليها بلا قياس مو مسولات مصقسات محتى شي حاجة انا في هذك اليامات تكون ديما كان قول للم يشوفي عقوزتي اكيد دارت لي شي حاجة وهي سببي فطيحة وميك تقول لي ابنيتي تكسي حتى نمشوا منك الراجلك ما تجبدي الصداع وانا كينة هنا المهم بقي تصاب راح تنهار اللي مشات مما يمتيو هذك الساعة نواتها مع رجلي صباط وقت له امك هي اللي دارت لي شي حاجة اشنا هي الله وعلم رجلي قل هي واش مني تكدو قلت له اهمنيتي كان دوي قلت له ممكن انا ما كان عندي حتى شي مشكلة لماذا بالضبط انهار اللي غير ماشي عند هالدار سيوقع لي هاكا قلت له ما عرف شموك شنو دارت لي وشنو وكلاتني الله واعلم بقيت كان تلاج انا وياه وكان غوة وكان بكي حتى السيد هو صراحة كان كي اسمع كلامي السيد سوف يتأثر بكلامي هذك الساعة هذك الساعة هذك الساعة هذك سنضم وقال له يا حرم عليك نحن شنو درناليك هذك الشي اللي يفكر شهراه والدي علش حتى تطيحيه امو بدت تمتلع لي وقال له ماشينته هو والدي وهذك راساحره ليك كيف شاولي حتى تجيوز قولي هذلك الكلام وانا ممتك ما انا ممتك وبدت كذبكيت مودرة تتسخفانا سافي السيد جا كان رجلي مقتنع مئتين في المياه ان هذك الساعة مبقاش يقولي نهائيا نمشي لدارهم وحتى هو انقص رجليه بثاف وانا يمشي عندهم مره حتى من تليفون ما كانت كايات بثاف ودي ما كانت تقلقى معه معي طا وكانت تقول له مالكا والدي وعليش ما كانت تجيش عندي وعليش هذي وعليش هذي الوزنة قريبا وعد المدة دي 4 شهور انا كنت حملت المرة الثانية ولكن ما قلناها لحتى شي واحد بقيت غير بيني ومبين راجلي واحد نهار كنت قلتها في الصباح مخداما حتى كنت سماع الباب كيتدق الحل الذي سنحل سنقمه اخته ايوه دفعوا الباب ودخلوا انا اشت فيهم وخاه هذي شي كامل اللي عودت لكم قلت له ام مرحبا بكم امو هذيك الساحب تغوت وقلت لي اضار والدي هذي اللي كترح بيلينا فيها ومقلنا عليك الله سحرتي للدري وشنو درتلي مبقى يسول فينا مبقى يجيعدنا مبقى هذي يا الفعلة يا التاركة يا هذي مهم مرمدوني معي ايوه نبقت غير ساكتا خليتهم حتى تكملوا وخرجوا صديت الباب هذي تليفون وعودت لقاء هذي شي لترا وكنت خايفة بزعف انا ما تناقش معهم حينت كنت خفتهم يضربوني ولا يديرون ليشي حاجة وانا هذيك الساحب حاملة المهمة راجلي فاشقلتها لي هذيك الساحب بدعليها عودتاني بالغوات وقال لها اجدك تمشي عندها للدار صافي اعطيها تسيقار يا كاللا انه هو ولدك واجي شوفيني اش بغتيها هي علاش كتسولي فيها ويهي مستيدة مع جبهاش الحال وهاديك الساحة كيف قطع معها ولدها كيف قطع معها ولدها سفتت ليها ماساش ويهي تقولي يلا بقات فيك بقات فيها ويلا مفرق توقع ليه سوكي ليه الجميلات ديالي هنا سرى الجزء الاول ديالنا القصة مش حرة بزاف ومازل حتى ما بدأت ودابا يلا غير بدو حروب نسا هذيك الشراشة البناهات غدي نقول لكم رابط الجزء الثاني غدي تلقاه في اول تعليق بالنسبة للبناهات الانستغرام وديال الفيسبوك غدي نقول لكم جزء الثاني غدي تلقاه في الصفحة يكفي انكم تدخلوا الصفحة ديالي غد تلقاه الجزء الاول من الموراه مباشرة غد تلقاه تحط الجزء الثاني غد تلقاه بنفس العنوان وبنفس الصورة المصغرة المهمة الغزالات منزلش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة الجزء الثاني ديالنا